قال المتحدث باسم قوات تحارف دعم الشرعية العميد الروكتور كلمالكي إن مقذوفا معاد سقط على مطار المالك عبدالله بجازان والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة وشرب مالكي إلى أن المقذوف الذي أطلقته ميليشيا الحثي الإرهابية أدى إلى إصابة خمسة مسافرين وعاملين في المطار بإصابات طفيفة وأن الحادث يجري متابعته من قبل الجهات المختصة